لو سمح للرائي أن يتفحص الشرق الأوسط قبل احتلال العراق ويقارنه بواقعه الحالي لما لاحظ تغيرا بقدر انتشار الرايات الصفراء العابرة للحدود وكأن النظام الإيراني كان ينتظر سقوط عاصمة الرشيد ليصدر ثورته بأشكال متعددة وذرائع مختلفة تنامي النفوذ الإيراني كان محل تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن مستشهدا بعجز أمريكا عن منع طهران من ملء الفراغ الناتج عن غزو العراق الذي تجسد بإنشاء حكومة تهيمن عليها الأحزاب الطائفية في بغداد ما ساهم باتساع النفوذ الإيراني يتحدث المركز عن استخدام إيران وكلاءها لإقامة جسر بري في المنطقة باسم ولاية الإمام علي يمتد جزء منه من إيران إلى قضاء سنجار في نينوة وصولا إلى الشمال السوري ثم لبنان فيما يصل الثاني إيران بقضاء القائم في محافظة الأنبار ثم مدينة البوكمال السورية وانتهاءا بلبنان يرى القادة الإيرانيون بحسب المركز البحثي أن حروب الوكالة عبر استخدام ميليشيات مسلحة كالحجر في العراق وحزب الله في لبنان والحوثي في اليمن هي عنصر الحسم في التنافس على المنطقة بالإضافة لميليشيات أخرى كفاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية ثم يتدرج المركز بنشاطات الحرس الثوري في العراق بتعزيز نفوذ الميليشيات سياسيا وعسكريا واقتصاديا فطهران ساعدت الميليشيات الشيعية على بناء قدرتها لإنتاج الصواريخ من خلال مصانع تستخدم لهذا الهدف في جرف الصخر شمالي بابل والزعفرانية شرقية بغداد بحسب التقرير لكن تلك السيطرة وذاك النفوذ المتسع سهم بزيادة المشاعر المعادية لإيران في مختلف أنحاء العراق كما تفاقم الغضب لدى السكان من ممارسات الميليشيات المرتبطة بها لا سيما في المدن السنية التي شهدت حربا قيل إنها ضد تنظيم الدولة لكن فحواها الطائفية كانت شاخصة للعيان حتى نقل المركز عن أحد ضباط الاستخبارات الحكومية قوله إن ما جرى ليس مجرد انتقام من داعش بل هو انتقام من السنة